مصر خلال الفترات الأخيرة اتعرضت لحزمة من التحديات والمخاطر الأمنية لكن مصر كانت جهزة ومستعدة ووضعت سيناريوهات للتعامل مع كل المواقف تفاصيل وافية في التقرير اللي جاي خلينا نتابع مع بعض موقع مصر الاستراتيجي وفاعلية دورها الخارجي ومكانتها التاريخية كلها أمور جعلت مصر في مواجهة العديد من التهديدات المحيطة والمخاطر القريبة ففي كل اتجاه تقريباً تواجه مصر تحدياً أمنياً خطيراً يهددها بشكل كبير لعل من أبرزها العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وتهديد التهجير وتحتل القضية الفلسطينية أولوية لمصر حيث تتحمل القاهرة مسئولية كبيرة إزاء القضية كونها جزء أصيل من الأمن القومي المصري وأي تطورات أمنية في قطاع غزة تنعكس بدورها على الأمن القومي المصري يظل الموقف المصري تجاه أي تطورات أمنية مرهوناً بمعادة السلام مع الطرف الإسرائيلي كانت الحرب الإسرائيلية في غزة دليلاً واضحاً على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والدعم الاستقرار وتهديئة الصراعات في المنطقة وفي الغرب ما زالت الأزمة الليبية تحتل أهمية للدولة المصرية بسبب علاقات الأخوة بين البلدين وبجانب أيضاً تهديدها لأمن مصر القومي من الجهة الغربية وهو ما يستدعي القاهرة لمراقبة الوضع والحذر من أي تطورات وفي الجنوب لم يختلف الوضع كثيراً فالأزمة السودانية تمثل تهديداً للأمن القومي المصري بسبب المكانة الجغرافية لبلدين بجانب الروابط التاريخية التي تربطهما من ناحية أخرى تشهد الممرات الملاحية عمليات تهديد دولية من أهمها التهديدات في مضيق باب المندب البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي حيث جاءت الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزادت اهتمامها بمنطقة البحر الأحمر بهدف حماية وتأمين السواحل الجنوبية للبلاد وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق هذا الممر الملاحي الهام ومن مظاهر هذا الاهتمام افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة بارنيس العسكرية في الخامس عشر من يناير عام ٢٠٢٢ لتعلن مصر جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بالإضافة إلى انضمام مصر إلى عضوية ماجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي أنشأته الرياض في يناير من عام ٢٠٢٠ بهدف الحد من مخاطر والتهديدات التي يتعرض لها البحر الأحمر وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية كما تشترك مصر في العديد من المناورات البحرية المشتركة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر لتصبح الحارس الأمين للملاحة في البحر الأحمر هي إذن تحديات كبيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي المصري وتستدعي انتباه القاهرة وتأهبها لأي تطورات هي تحديات ومخاطر أمنية عديدة كما تبعنا في التقرير وجهتها الدولة المصرية بكافة مؤسستها وعلى كافة الأصعادة الصعيد السياسي والعسكري والتنموي أيضا رحلة من التحرير إلى التعمير إلى التنمية زي ما تبعنا من طابة لقاءات مستمرة ومتوصلة وبتسلط الضوء على وجه سينة الجديد وجه سينة اختلف بشكل كبير تنمية في كافة المجالات المختلفة وتخدم المواطن السناوي بشكل مباشر هي رحلة فيها مواجهة لهذه التحديات الأمنية لكن في نفس الوقت كمان يد التعمير مستمرة في البناء وإقامة مجتمعات جديدة داخل سينة ترجمة نانسي قنقر